انا والدتي مش بتعملني مش بتعملنا انا واخواتي زي بع بتفرق بين المعاملة وانا زعلانة وقلت لها كده مرة وهي مش بتتغير السؤال يعني اللي انا اقوله ده ممكن يكون مهم جدا في جاوب على سؤال حضرتك هو مين قال ان لازم والدتك تساوي بينكم في النظرة ولا في الكلمة ولا في ده يعني اذا كانت تقدر تعمل ده هيكون احسن هيكون احسن عشان تبقوا انتوا اكثر حبا ليها بس هي لو عملتش كده بس هي ما قزيتش حد فيكم انا عايز اجدد في حضرتكم شعور مهم جدا اللي هو شعور ايه بلاش كل واحد فينا يبقى قاعد يبص اللي قدامه من خلال انا حقي ايه عليك بلاش يبص انا حقي ايه ليه ايه عليك ليه طيب لان في بعض الاحيان بينسى الانسان هو ايه الحق اللي الاخر علي يعني يا سنة في حالتنا احنا دي والدة حضرتك او والدة حضرتك سؤال البسيط يعني انا زعلنا والدة حضرتك سؤال البسيط هو كونك شايفة والدتك بتفرق في المعاملة بينك وبين اخواتك وانت زعلنا منها هل ده من اداب التعامل مع الاب مع الام ان انت تكون محدد هي ازاي تعاملك والطريقة اللي هي تعاملك بيه هلابد ان هي تكون اللي على كيفك هل دي طيقة مناسبة في التعامل وفي العلاقات طبعا انا عفاهم ان انت بتقولي ايوة طبعا اللي يجي تعامل معايا تعامل معايا بيما يوناسبني حتى لو مكنش مخطئ ولا احنا في العلاقات بنرتضي ان احنا وبنتعامل مع بعض ان ما فيش حد فينا يسيء الى الاخر ولا يرتكب المعصية في حقه يعني لو واحد اتعامل معايا بطريقته ومش بطريقتي يعني ايه بطريقته ومش بطريقتي يعني ما كانش بيتكلم باللهجة اللي انا بحبها يبقى المساحة اللي بيننا دي مساحة ايه مساحة قبول لان انا كمان انا بتصرف تصرفاته ومش بيحبها ففي العلاقة في حاجات لازم نتجاوزها لكن ان احنا نتصور ان احنا من حقنا ان احنا نرسم للشخص اللي قدامنا حركاته وسكناته وهو بتعامل معايا ده حرام ليه؟ لان ده انشغال بيما لا يعنيني وده وتعلى فكرة جاية لان انا شاعر بالمظلومية فكون حضرتك محددة للممتك هي تعاملك ازاي ولو ما تعاملتش بالطريقة دي تكون على طول ظلمة لا الحقيقة لا تم جايز امك بتحاول تتعامل معاك كده عشان تقوم بدور اللي هي الناصح او الموجه او المربي فلذلك فكرة انه ما بتسويش بيننا في المعاملة انا متصور انه امتى يكون الكلام دوت له قيمة وله معيار لما ما تسويش بيننا في المعاملة فتسيء وتهينك مش تهينك بالنظام الحساس بقى انه المفروض ام يتكلمني بالطريقة الفلانية لا تسيء لك وتهينك يعني مثلا هي لو بتكلم اختك فبتتبسم ويكون عندها اقبال على اختك اكتر ممكن على فكرة ده يكون في قلبك بس ما تخليش تحسيش ان امك كده بتظلمك لكن تحسي ان انت محتاجة تحسين من طريقة معاملتك عشان امك تعاملك زي ما تعامل اختك لكن مش ممكن تكون امك ما بتحسن اليك وما بتعليش الصوت عليك ما بتئزكيش ما بتهينكيش بتعملك بمعاملة فيها اخلاق لكن انت عايزها تعاملك بنفس درجة حنيت وعملتها لاختك مين قال ان ده من حقك من غمة تزعالي يعني مين قال ان ده من حقك ده مش حق ده لو لو الام عملت كده ده هيكون احسن ان انتو تحبوها اكتر لكن محدش يجي يقول لو ابتسمت في وش اختي تبتسمي في وش اختي في وشي زي ما ابتسمت في وشها ده ايه العذاب ده ايه العذاب القليم ده اللي احنا نتعامل معها مع اهلنا مش كده لكن ممكن اقول لها ما ينفعش ان انت تيجي تسبيني وكده فيبقى يبقى المسألة ايه انا ما تعمليش الحاجة الحرام معايا فاذا هي ما كانتش بتعمل اساءة ما ينفعش ان انا اعمل مقارنة لان احسألك سؤال هنا بقى بيجي سؤال بقى بقى راحز شوية ان الاولاد بيبقوا حسسين فيما يتعلق بحقوقهم تجاه الاباء والامهات لكن يبقوا متهونين جدا جدا في حقوق الاباء والامهات تجاه طيب حضرتك بتقولي ان انت بتقدم في معاملتها مع معاملة كذا طيب احسألك سؤال هتسمح لامك ان هي تقولك وهل انت بتعمليني زي ما اختك بتعملك انت تقولي لا لا انا بعملك احسن منها من وجهة نظرك زي ما انت بتشوفيها ان هي ما بتحبكش من وجهة نظرك عارفين انا بقول لكم كده ليه لان تلات اربع مظالمنا اللي لين عندين ناس عبارة عن اختلاف وجهات نظر طيب انا بقول كده ليه عشان ما نستمرش في ده حتى يضيع من ايدينا بر الولدين يعني الطريقة دي اكتر طريقة بشوفها بتضيع بر الولدين من ايد اولادنا انا نصحت والدتك ان هي تتعامل معكم بنفس الطريقة لكن مش هقدر اجبر والدتك وهي شايفة ان اختك مثلا بتتعامل معها بتتعامل موافق هي هواهم موافق لبعض فلما بتشوفها بتفرح لما بتتكلم بتسمعها لما انت بتتكلمي بتسمع منك الكلام بس ما بتحبش تطول معك لان طريقتك بتخليها تنفر فاذا كان هي بتعمل كده هل ممكن اعتبارها ان هي بتظلمك الحقيقة لا ان انت كذلك بتعمل كده معاها فده مهم جدا في فهم بر الوالدين ومهم جدا جدا في فهم الظلم من الام الاولادها هل من حق الام ان هي تزود حنية مع اللي من حقها هل بذلك تكون اثمة الجواب لا طب هي المفروض تعمل ايه هي لو حكيمة ما تصهرش دوت بما يكسر خطر احد الاولاد لكن نعمل ايه لو كان احد الاولاد حساس يحب الاخذ ولا يقوم بالعطاء او اذا اعطى اعطى على كيفه زي مثلا ان هو يفهم ان امه لما عملت كده ان تفهم ان والدتك لما عملت كده هي بتعبرلك عما تحب وما تكره هي بتحب في اخواتك ان هم ما بيقفلهاش على الوحدة بتحب في اخواتك ان هم زي ما هي بتقول طيبين ما تحبش في اخواتك ان هم بيلحقوها بالمطالبات ما تحبش في اخواتك ان هم دايما بيحسسوها بان هي انسانة عندها نقص وعندها معدم قدرة على التربية لكن بتحس ان هي على راحتها معاهم فهي بتقول معهم ان هي على راحتها هل هم كده بيبروها اكيد هم كده بيبروها فلما واحد يبرو والدته فوالدته تعامله بطريقة احسن شوية لان انا عايسألك سؤال ما هو المعنى اللي يخلي والدتك انت بالذات تظلمك وتعامله بهذه الطريقة العقل بيقول انه ممكن تصدر منك حاجة تخليها تعاملك بالطريقة دي لان دايما لما بيجي اسأل الاولاد يقوله ما فيش حاجة والله هون يا كده بتتعامل معنا طول الوقت لكن لما نيجي بقى نسأل لامهات لان انا لازم نفهم نجد ان امهات بتقول بقى الكلام انها بقوله بنتي كسيرة الانتقاد دايما تتمرد كل ما اقولها حاجة هتبصلي من تحت الفوق كل الكلام ده فالكلام ده كله لابد ان انت تراجعيه فنصحت لحضرتك ان انت تعوضي مع نفسك كده وتشوفي ما الذي جعله هناك فجوة بينك وبين والدتك نصحت لك ان انت تعيد تقييم ذاتك وتقييم علاقتك بامك هلقي علاقة حنينة مش والدتك اللي بتكلمني دلوقتي انا بكلمك انت لان انت اللي سألاني لما تيجي والدتك تكلمني اقولها خليكي حكيمة وانت بتتعامل مع اولادك خليكي دايما تحسسي اولادك كلهم سواء زي ما حضرت النبي كان بتعامل مع الصحابة يحسسهم كلهم اللي هو في درجة قرب واحدة ده كله لازم نعمله ونكون مركزين فيه وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الخير ويسعدك يا بنتي ويسعد كل اولادنا ويسعدنا كمان معاكم ببركم ويسعدنا كمان بالاحسان اليكم لان انتوا قرر تعينينا فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على ان احنا نكون عاوني لكم وسند على ان انتوا تعيشوا حياتكم في نعمة وفي فضل وبركة ونور اشتركوا في القناة